اشتركوا في القناة التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى حضور سمو حفل تخريج عدد من التلاميذ العسكريين البحرينيين في أكاديمية ساندهرز العسكرية الملكية يرافقه معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي وللعهد حيث شهد سموه من رسم حفل التخريج في مقر الأكاديمية بالمملكة المتحدة معربا عن اعتزازه بالشباب البحريني وفخره بما يظهرونه من مستويات متقدمة في التخصصات العسكرية المختلفة وقال سموه إن الكفاءة والإتقان التي يحرص عليها أبناء البحرين في مختلف المهام والمجالات ومنها ما يقدمه الطلاب البحرينيون المنضمون لأكاديمية ساندهرز العسكرية الملكية من تميز وتفان عزز من تفارد الطالب البحريني وتحقيق الإنجازات التي تضاف لسجلات الطالب البحرينيين ورفع اسم البحرين عاليا في هذا الصرح العلمي العسكري العريق وقد أعرب سموه عن خالص التهاني والتبركات للشيخ دعيج بن عبد العزيز الخليفة والشيخ عبد الله بن سلمان الخليفة ومحمد زياد الرواعي على نجاحهم وتخرجهم من الأكاديمية وأثناء على جهودهم والتزامهم طوال مسيرتهم الدراسية في أعرق الكليات العسكرية ومحققه من منجزات تضاف لسجلاتهم وسجلات طلبة البحرين في الأكاديمية وأشهد سموه بما حقق التلاميذ العسكريين في مملكة البحرين من إنجازات مميزة حيث حصل محمد زياد الرواعي على سيف الشرف الدولي من كلية ساند هيرت أس عسكرية الملكية البريطانية وهي الجائزة التي تمنح للطالب الدولي الأكثر تميزا في الأداء العسكري والأكاديمي وعلى جائزة التفوق الأكاديمي تكريما لجهوده وتفوقه طوال فترة دراسته في الكلية كما حصل كل من الشيخ دعيج بن عبد العزيز الخليفة والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخليفة على جائزة آمر الكلية للتميز وتمن ينسمه للجميع مواصلة تحقيق المنجزات بما يعود على المملكة بالخير والنماء ترجمة نانسي قنقر